كنت عاوز أسأل قبل أن أخذ فاصل وبعض المكالمات لماذا الفداء هو الحل الإلهي؟ الفداء هو الحل الإلهي لأن زي ما قلت أنه هو طرقه مختلفة عن طرقنا ما ينفعش أن احنا نقول ربنا مدينا طرق معينة هو يمشي فيها احنا بنحدد أفكار ربنا التحل الإلهي لأن ربنا عايز أنه هو يوصل للإنسان الميت أنا مش هقدر أعمل حاجة أنا دلوقتي محصورة في حتة اللي هي ميتة بالزنوب والخطايا ما عنديش حل مش عارفة وصله إزاي إزاي أنا أحصل لقداسة الله وأنا مليان خطيئة مستحيل إما هو يبقى كلي القداسة فيرفضني إما هو يوجد حل علشان أقدر أننا أتعامل معه مرة تانية فالحل إلهي ومبادرة إلهية هي حل إلهي ومبادرة إلهية وبأشعية مكتوب لأن أفكار ليست أفكاركم ولا ترككم طرق يقول الرب يعني فعلا طرق عجيبة بس كلها لخير الإنسان تمام وعشان كده مما جيه بيقول وفديناه بذبح عظيم الذبح ده هو تما بيتكلم عليه الذبح عظيم إزاي دي مثلا فكرة إزاي تبقى يبقى خروف عظيم لكن أنا عايز أقول أن الذبح العظيم هو اللي تكلم عليه حنى وقال هذا هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العلم الذبح العظيم ده هو الله أفكار الله مش أفكاري بقى أفكاري أنا اللي هجيب خروف واتبحه لا لكن أفكار الله اللي فدت البشرية من الخطايا والأثام أنا ما أقدرش أقرب له لكن هو يقدر ييجي ياخد مكاني وينتشلني من الموت أنا ما أقدرش أصحي نفسي أنا ميتة بالزنوب والخطايا أصحي نفسي إزاي إزاي أدي النفسي حياة هو اللي ييجي ينتشل إيدي ويطلعني من الموت الأبدي اللي أنا عايشة فيه ويديني حياة أبدي هو ده الفكر الإلهي أمين وكل بالنعم على فكرة متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح أمين الذي فيه لنا الفداء بدمه وفراء الخطايا حسب غنى نعمته كله بالنعمة بالنعمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر